أكدت مصر على لسان وزير الخارجية سامح شكري بأن الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حوارا شاملا بين الدول النامية وذلك بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء منوها بما يواجه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات متتالية وخلال كلمته بصورة افتراضية في اجتماعي أصدقاء تجمع بريكس شدد شكري على أهمية تنويع الفرص الاقتصادية وشركاء التجاريين ومصادر التمويل وتناول شكري الفجوة التمويلية الراهنة على مستوى العالم والتي تتطلب للخراطة في مناقشات حول إصلاح المؤسسات التنموية وإنشاء أليات تمويلية جديدة مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى بنك تنمية التابع لتجمع بريكس في عام 2021 والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2016 يبرهن على دعم مصر لجهود البنكين في تعزيز تواجدهما في الدول النامية وخاصة في إفريقيا ترجمة نانسي قنقر